حزم انت عملتلي مفاجأة مرة اللي فاتت فالنهارده دوري اعمللك مفاجأة ايه؟ السماعة بعد اذنك ايه ده؟ ليه؟ فيه ايه؟ فيه ايه طيب ماشي يالله مش انت خليتني اختبرك تختبرني في صوت حد؟ اه تعال انا اختبرك المرة دي في صوت حد ماشي قول اه الو 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 دي اه دي مراتي ازاك يا بلوزة ايه ده انت بتعملي ايه ايه سايبك في البيت ايه اه يعني منا اول حاجة كل عيد امه انت طيبة اصلا عيد امه ومنا مامي معانا وحزم عامل اشغال شقة وطلع تراند النهاردة فحسنا ان احنا محتاجين ايه؟ منعملك كده مفاجأة نفسي انت اكيد شايف هاي دلوقتي صح شايف اوشه في الستوديو وعنده حالة منصات ما ازاي؟ مفاجأتي احنا مفاجأتك صح؟ ايه ده حي اه حسس بمصدوم دلوقتي حسن انت؟ ايه عارفة يعني كنت سايبها بس كنت حسن انا هتدخل تلعيم دلوقتي فانا مستمر بس انت ليه؟ انت ليه؟ انت ليه؟ انت ليه الصحي لغد دلوقتي حسنة؟ لا انا 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 انها خلص وانا اي مرض مننا طبعا الف مبروك لحزم على اشغال شقة واعتبات البهجة انت ليه صحي لغد دلوقتي حسنة؟ انت ليه صحي لغد دلوقتي حسنة اشغال شقة كمان من المسلسلات الحقيقية او يعتقد ان انتو كاثنين متجوزين في حاجات بتبقى اللي هو بتتحكوا وانتو بتفرجوا عليها ان ده بيحصل بالزبط ده حقيقية جدا نعمة وفي حاجة كمان على فكرة في أشغال شقة برضو حقيقية جدا بما اني لسه والدة برضو ده بزبط او انه دايما الناس بيجيوه في المسلسلات عموما الست بعد ما تولد خلاص هي رجعت لوزنها اللي قبل كده صح لا هم وخاليما وده حقيقي جدا ان هي ولدت ولسه بطنها كبيرة ولسه سكلها حامل التفاصيل كانت حلوة جدا ده في تفاصيل بصراحة لطيفة جدا يعني طب اه قوليلي اه لو عايزك تقولي كده كلمة الحازم بمناسبة بقى النجاحات الفضيعة اللي هو عاملها رمضان السناني دي وكل شوية بيعمل ستاب جديدة وحاجات جديدة وكده تقولي له ايه يعني عايزه اقول له بس انه احنا فخورين بيك يا خلاص بجد لانه هو دايما يعني بيبقى الان ومش عارف وده هينجح ولا لا وانا بعمل كفاية ولا لا وبستغل على نفسك كفاية ولا لا لا انت ماشي صح وانسى اقول الله ربنا هكريبك جدا 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 فترة جاية وابس احنا فخورين بيك ربنا خليك اللي يا حبيبتي والله عيد الام هتقول ايه بقى المنونة و جميلة عيد الام انا عايزة اقولها ان انا فخور بيها من من ال والله يعني هي عارفة ده ونا بقولها ده والله على طول منها من الناس الجمدة في الدنيا دي يعني مش اي حد خالص اذا انا وهي بنتشرك في نفس الصفة دي يعني هي من النوع اللي مهما شافت في حياتها دايما عندها حتة البلاك كوميدي دي اللذيذة بتعرف تطلع من الحاجات اللي حضرت لها وبتعرف تهون على نفسها وبتعرف تهون عليها وبتعرف نهون على بعض في الاخر فانا دايما بقولها ده و بقولك ده على الهواء هو بقول انتي بفعلا قوية وانا ده ده جزء من من حاجة بسيطة اوي من البحر اللي حاجات انا بحبه في منها يعني بس ده فعلا حاجة انا بحب فعلا فيها انها قوية يعني مش اي حد خالص يبقى واقف على رجليه في مواقف كتيرة اوي بتحصل انا ومنا شوفنا حاجة كتيرة اوي 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 مع بعض في وقت قصير جدا على فكرة يعني احنا لما بنحكي لحد اصلا ده حصل كزا وكزا بقى ايه بقى لك خمسة ثانية متجاوز يا لا لا تلاتة عادي بس والله بحس دايما ان ده حاجة من الحاجات اللي بتقوي قوي جدا بقى يعني ربنا يحميكو طبعا ويحفظكو الحمد للبقى بحس دايما ان انهمش بالمدة خالص خالص والله العظيم خالص دايما بحاجة بالمواقف ده حقيقي وفعلا انا محظوظ ان انا الامر اللي بتكلمي في تلفون دي بتبقى امراتي والحمد لله ان انا يعني ناخد خطوات في حياتنا وربنا يا رب يعني يرزقني برزقهم ويرزقهم برزقي ونعمل حاجة كتيرة اوي كده في حياتنا ويبقوا فخورين بايا داي اصلا دلوقتي بقت امنيت الوحيدة من ساعة ما بنتي جات بالسلامة ان انا يا رب اكون يعني بعملوكو اللي انتم نفسكو فيه وتكونوا فخورين بايا يعني بس ربنا يخليكو سهرناكي منا بجد بس كنا رازم نعمله كده مفاجأة لذيذة بمناسبة ان هو معانا النهاردة في كواليس لينا معيشة ممكن اقول لها اسألها بس حاجة اه كراتي البنتي انا سايبلك التتينة بتاعتها على صح صح بعدين نهارتيني منا مفسوت قوي ان انتي كنت معانا هنا في كواليس وكل سنة انت طيبة وتصبح على خير بقى انا عارفة ان انت بجزء الاخير ده مشاك بجمع مرحبا نهارتين بجمع نهارتين 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 شكرا